اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي فينا نستخدمها بحياتنا اليومية خلينا نبدأ القراءة سوا ديوترانمي 31 verse 6 والمقطع الثاني من رسالة فيليبي الإصحاح 4 والآيات من 6-7 don't fret or worry instead of worrying pray let petitions and praises shape your worries into prayers letting God know your concerns before you know it a sense of God's wholeness everything coming together for good will come and settle you down it's wonderful what happens when Christ this places worry at the center of your life مشاهدين مثل ما شايفين المقطعين هنه مقطعين فعلا مشجعين وبهدئولنا من روعنا ومن اضطرابنا وبحلقتنا اليوم بفقريت فوكاب رح نكون عم نحكي عن بعض الكلمات المشجعة اللي فينا نعطيها للآخرين وما في أحلى من كلمة مشجعة مأخودة من الكتاب المقدس فرح نكون عم ناخد هيد العبارات ونحملها معنا لفقريت فوكاب أول عبارة هي be strong be strong هي عبارة محكية باللغة الانجليزية بصيغة الأمر عم نقول لشخص كون أوي أو تقوى فإذن be strong يعني كون أوي أو تقوى بكفة وبقول take courage وأيضا بصيغة الأمر take courage مقصود فيها أنه تشجع أو تشجع فإذن be strong take courage تقوى وتشجع don't be intimidated to be intimidated يعني أنه شخص يخاف أو يرتعب من أمر معين الجملة بتقول don't be intimidated يعني ما تخافوا أو ما ترتعبوا أو ما ترهبوا من شخص أو من أمر معين بكفة بقول don't give them a second thought ما تفكروا حتى مرتين بالنسبة للأمور اللي بترهبكن ليه because God your God is striding ahead of you striding هو الverb باللغة الإنجليزية اللي بيحكي عن يسير فينا نستعمل أيضا verb to walk فإذن stride or walk يعني أن يسير فإذن God is striding ahead of you يعني الله يسير أمامك God is striding ahead of you بكفة وبيعطي عبارة تشجعية أيضا أخرى وبقول he's right there with you الله معكم he's ما بترجع لهي لآخر شخص أو لآخر ذكر ورد بالجملة السابقة وهو لا الله فhe's right there with you يعني God is right there with you الله هو معكم بكفة وبقول he won't let you down he won't leave you won't let you down يعني هو لن يخذلك he won't leave you يعني لن يتركك فإذن he won't let you down he won't leave you هو لن يخذلك وهو لن يتركك ناخد بعض الجملة التشجعية من مقطع فيلبي لصحاح 4 والإيات 6 و7 بيبلش وبيقول don't fret or worry to fret أنه شخص يتضيق أو يقلق أو يغطاز و to worry يعني أن يقلق يقلق فإذن don't fret or worry يعني ما تتضيقه ولا تقلقه وهي عبارة تشجعية فينا نقول لشخص نذكره أنه يروئ من أعصابه يهدئ نفسه وما يقلق أو يتضيق don't fret or worry instead of worrying pray عوضا عن أنه تقلقه عوضا عن أنه تعتلوهم صلوا instead of worrying pray استبدلوا هيدا الألأ بالصلاة let petitions and praises shape your worries into prayers يعني خلي الطلبات والتشكرات والإمتنان لأله يشكلوا هيدا الألأ لصلاة let petitions petitions يعني طلبات وهي جمع طلبي petitions and praises praises يعني تسبحات وتشكرات let petitions and praises shape your worries to shape something يعني أنه نشكل أمر ما فإذا نخلوا الطلبات والتشكرات تشكل ألأكن يعني تغير من ألأكن وتحولوا إلى صلوات shape your worries تشكل ألأكن أو تغيروا into prayers يعني إلى صلوات letting God know your concerns يعني وتعلمون بذلك أو بالصلوات أنتو عم بتخبروا الله شو اللي إيه لأكن كلمة concerns هي نفسها كلمة to worry أو worries يعني الإشياء اللي بتقلقكن الإشياء اللي بتخليكن تضطربوا فإذا letting God know your concerns بكفة وبيقول before you know it يعني من بعد ما تصلوا قبل ما حتى تنتبهوا before you know it بغمضة عين a sense of God's wholeness everything coming together for good will come and settle you down يعني رح تحسوا بإحساس a sense of God's wholeness يعني كمال الله أو راحة الله وسلام الله رح يجي عليكم a sense of God's wholeness وبيكفش وبيقصد بكلمة wholeness بقول everything coming together for good يعني جميع الأمور رح تجتمع سواء لأجل الأفضل everything coming together for good will come and settle you down هيدا الشعور رح يجي ويهدق من روعكم هيدا الأمر رح يجي ويريحكم a sense of God's wholeness will come and settle you down شعور بإنه الله موجود بسلام الله رح يجي ويهدقكم آخر جملة هي it's wonderful من الرائع what happens when Christ this place is weary at the center of your life يعني من الرائع شو بيصير لما بيجي المسيح هو بيزعزع مكانة الألق اللي هي مكانة مركزية بحياتكم بيشيلة عن مكانة وبكون هو في المركز ومشاهدينا هلأ رح ننتقل سواء أنا وييكم بهيدا السلام والهدوء لفقرة فوكاب فإذا مشاهدينا مثل ما قلنا رح نكفي سواء بفقرة فوكاب فقرة المعاني والمفردات اللي رح ناخد فيها بعض الكلمات أو بعض العبارات اللي فينا نقول ككلمات مشجعة كلمات تشجيعيين أولى للآخرين encouraging words أول قسم من encouraging words أو أول مجموعة كلمات مشجعة رح ناخدها هي كلمات مشجعة بتعبر عن الفرح أو عن السعادة بوصول شخص معين مثلا منقول وقتا يجي شخص welcome يعني أهلا وسهلا فإذا أهلا وسهلا هي welcome باللغة الإنجليزية وإذا كان شخص راح ورجع يعني بدنا نقول أهلا وسهلا بعودتك منقول welcome back سواء كان بالسفر أو سواء كان هيدا شخص راح ورجع لفترة أصيرة على المكان نفسه welcome أهلا وسهلا و welcome back هي وقتا نقول أهلا وسهلا بعودتك لشخص معين أيضا فينا نقول وقتا نكون عم نقابل شخص للمرة الأورة it's good to meet you يعني تشرفت بمعرفتك it's good to meet you بينما إذا كنا عم نشوف هيدا الشخص للمرة تانية وثالثة منقول it's good to see you again يعني أنا انبسطت بإن شفتك مرة تانية فإذا it's good to meet you منستعملها وقتا نكون عم نقابل شخص للمرة الأولى و it's good to see you again وقتا نكون عم نقول للشخص إن احنا فرحانين بشوفته من بعد ما تقبلنا عليه مرة سابقة أو من قبل إذا كنا بدنا نودع شخص أو بدنا ننهي حديثنا مع شخص فينا ننهيها بالكلمات التانية فينا نقول it's been nice talking to you يعني استمتعت أو سعدت بالتحدث إليك it's been nice to talk to you أو it's been nice talking to you يعني it has been nice talking with you يعني أنا استمتعت وسعدت بالحديث معك أيضا فيكن توضع شخص بإنه تتمنوا له نهار طيب أو نهار جيد بإنه تقوله have a nice day أو have a good day يعني أنا بتمنى لك أنه تتمتع بنهار جيد have a good day أو have a nice day أيضا إذا كنتوا عم بتودعوا شخص ببداية نهاية الأسبوع يعني ببداية الweekend فيكن تقوله have a nice weekend يعني اقضي نهاية أسبوع جيدة أنا بتمنى لك نهاية أسبوع جيدة have a nice weekend أو إذا كان الشخص رايح برحلة ما أو إذا كان رح يقود سيارته إلى مكان ما فينا نقوله have a nice trip يعني أنا بتمنى لك رحلة ممتعة أو رحلة آمنة have a safe trip فإذا have a nice trip بتمنى لك رحلة جيدة وممتعة have a safe trip بتمنى لك رحلة آمنة أيضا فينا نقول keep in touch وقتا نكون وقتا نكون عم نقوله لشخص أنه حابين أنه نبقى على اتصال keep in touch يعني ابقى على اتصال أما جمل تشجيع فينا نستخدم عبارة you can do it يعني أنا بوثق أنه أنت بتقدر تقوم بهيدا الأمر you can do it أو فينا نقوله لشخص قبل ما يغادر لامتحان أو لعمل معين do your best يعني افعل أفضل ما في وسعك do your best أو فينا أيضا نقول do the best you can فإذا do your best وdo the best you can هني عبارتين منكون منعبر فيها للشخص أنه نحنا منوسق فيه وعم منقله افعل على قد ما فيك افعل أفضل ما بيوسعك أيضا فينا نقوله لشخص keep up the good work يعني أكمل بالعمل الجيد يعني نحنا عم نهنيع على عمله الجيد وعم نقله أنه أكمل بهيدا العمل keep up the good work فإذا فينا نقول you can do it أنه أنا واسق أنه فيك تعمل هيدا الأمر do your best أو do the best you can يعني افعل أفضل ما بيوسعك وkeep up the good work يعني أكمل بهيدا العمل الجيد يلي عم تعمله أما إذا الكلمات التشجيعية اللي بدنا نقولها هي كلمات تطمين لشخص فينا نقله take it easy وقت يكون هيدا الشخص عم يشعر بكتير ثقل الأمور من حواليه أو عم يشعر فعلا بأحباط وبحزن شديد منقله take it easy يعني هون عليك يعني روئ من أعصابك take it easy أو don't worry فينا نقله لا تقلق don't worry وفينا ناخد أيضا عبارات من اللي أخدناها من مقاطع الكتاب المقدس فينا نقله لشخص that's okay إنه لا بأس ماشي الحال that's okay فإذن take it easy don't worry that's okay هيدا بعض العبارات المطمئنة اللي فينا نستخدمها وقتا نكون عم نحكي مع الناس وأيضا فينا نقله it's going to be all right يعني الأمور راح تكون على ما يرام عم نهدق من روع الشخص وعم نقله الشي اللي انت عطلين همه والأمر اللي انت عطلين همه راح تكون على ما يرام it's going to be all right أو everything will be fine يعني جميع الأمور ستكون على ما يرام everything is gonna be all right أو everything will be fine أما إذا كنا بدنا نتجاوب مع أنبئ سيئة فينا نقول that's terrible يعني هيدا أنبئ فعلا سيئة أنبئ مفجعة that's terrible أو I'm sorry to hear that إذا كانت الأنبئ حزينة وفاة شخص مثلا منقول I'm sorry to hear that يعني يؤسفني أن أسمع هيدا الأمر أما إذا كانت الأنبئ سعيدة فينا نقول congratulations اللي بتعني مبروك فإذا congratulations أو good for you يعني أحسنت فإذا congratulations مبروك good for you أحسنت that's really good news يعني هيدا أنبئ حلوة فعلا أنبئ صارة فعلا ومشاهدين الأنبئ الصارة أنه على الرغم من انتهاء الوقت كل هيدا العبارات والعبارات الأخرى اللي ما لحقنا نقولها بحلقة اليوم فيكن تحصلوا عليها لما ترسلونا على انجلش أتقال dashwa.tv وتطلبوا موارد هيدا الحلقة وحلقات أخرى وهلأ منتوقف أنا وإياكم مع فاصل أصير فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا فيكن من بعد الفاصل بصلي أن تكونوا عم تتمتعوا بحلقة اليوم واللي فيها فعلا أمور مهمة وبخاصة الكلمات التشجيعية ومن بين الكلمات التشجيعية أنا بذكركم أنه قناة الوعد عم بتشجعكم تكفوا بتعلم اللغة الإنجليزية بأنه وضع جميع هيدا الدروس بمتناول إيديكم واتترسلونا على الإيميل اللي عم بيقطع على الشاشة وهو english atl dashwa.tv وتطلبوا هيدا الموارد أيضا فيكن تستعملوا هيدا الإيميل لتبعثوا لنا أسئلتكن وتعليقاتكن وهلأ مننتقل أنا وياكم سوى لفقرة grammar فإذا المشاهدين بفقرة grammar لليوم رح نكون عم نكفى بالسلسلة اللي منحكي فيها عن prepositions وقلنا سابقا أنه prepositions هنا كلمات قصيرة نستخدمها ونضعها قبل النoun كرميلتا نحط عليه أو نربط بين هيدا النoun وبين كلمة أخرى بالجملة لحتى يكون إلى معنى إلى معنى آخر فإذا أيضا قلنا أنه prepositions هني صعبين حتى على الأشخاص المتمارسين باللغة الإنجليزية ونحن منقدر نحسن استخدامهم وقتا منقرأ كتير ووقتا منتعلم كل كلمة أو كل prepositions وين فينا نحطها وحكينا بحلقات سيبي عن prepositions of time يعني الأحرف الجار اللي فينا نستخدمهم مع الوقت واليوم رح نكون عم نحكي عن prepositions of place يعني أحرف الجار اللي فينا نستخدمهم للأمكين للposition and direction يعني لموقع الأمور أو لأتجاهها أول prepositions of place رح لكم إياها هي in نستعمل prepositions in وقتا نكون عم نحكي عن أمر موجود بغرفة أو بمبنى أو بشارع أو بمدينة أو ببلد مثلا in the kitchen in the kitchen يعني في المطبخ نستعمل in وقتا نكون عم نحدد غرفة معينة من غرفة البيت أو مثلا إذا عم نحكي عن مدينة مثل لندن منقول in لندن بهيد الحالي عم نستعمل in لحتى ندل على هيد المدينة أيضا منستعمل prepositions in وقتا نكون عم نحكي عن أمر موجود بكتاب أو بصحيفة مثلا in the book in the newspaper نستعمل in لندل على كلمة عن مقال على أمر معين موجود بكتاب أو بصحيفة منستعمل in أيضا لنحكي عن السيارات أو سيارات الأجرة in a car in a taxi he was in the car when I called him هو كان بالسيارة أو هو كان عم بسوق السيارة لما اتصلت فيه in the car in a car منستعمل in وقتا نكون عم نحكي عن سيارة أو سيارة أجرة وأيضا منستعمل in وقتا نكون عم نحكي بصورة أو بالعالم جمالا in the picture in the world بالصورة أو بالعالم preposition أخرى بتتعلق بالplaces أو بالأماكن هي at at منستعملها وقتا نكون عم نعنى شيء هو قرب أمر آخر مثلا أو حد أمر آخر at the door at the station يعني هيدا الأمر موجود حد الباب أو هيدا الشخص موجود حد الباب قرب الباب أو مباشرة حده at the station at the station يعني في المحطة أو عند المحطة أو قرب المحطة أيضا منستعمل at وقتا نكون عم نحكي أنه أمر موجود على الطاولة أو أشخاص جيلسين على الطاولة at the dinner table يعني عند طاولة العشاء أو لدى طاولة العشاء منستعمل at وقتا أيضا نكون عم نحكي عن events يعني عن أحداث معينة مثلا at a concert يعني في حفلة at a party يعني بحفلة at a concert يعني حفلة غنائية at a concert at a party أيضا فينا نستعمل at بالأماكن اللي عادة بتشاهدوا فيها أمر مثلا at the cinema وقتا نكون عم نحكي عن السينما عن مشاهدة فيلم نستعمل at the cinema أو نستعمل at وقتا نكون عم نحكي عن أماكن بالعادة بتعملوا فيها يعني بتعملوا فيها أمور روتينية مثل العمل at work أو المدرسة at school أو الجامعة at the university فإذا نستعمل at وقتا نكون عم نحكي عن أماكن منروح عليها بشكل روتيني preposition أخرى للمكان للplace هي on نستعمل on وقتا ننضل على أمر معلق مثلا the picture is on the wall الصورة معلقة على الحائط استعملنا لpreposition on وأيضا نستخدم on وقتا نكون عم نحكي عن مكان فيه نهر أو عن مكان قرب نهر مثلا london lies on the thames يعني عم نحكي إنه لندن المدينة بتوقع قرب هيدا النهر أو being on a surface إنه هيدا الأمر موجود على السطح معين on the table يعني على السطح الطاولة the plates are on the table السخون موجودة على الطاولة أو إذا كنا بدنا نحكي عن ناحية معينة مثلا on the left أو on the right يعني على اليمين أو على الشمال on the left أو on the right أو إذا بدنا نحكي أي طابق بمبنى معين on the first floor عم نقول في الطابق الأول أو على الطابق الأول منستعمل on كرميلا نعبر إذا عم نحكي عن أي طابق إذا كنا عم نحكي عن وسائل النقل العامة مثل الباس on a bus أنا على متن باس أو on a plane أنا على متن طائرة بهيدا الحالة ما منستعمل at بل منستعمل on أيضا للتلفزيون أو للراديو منقول on TV أو on the radio عم نقول أنه هيدا الأمر أو هيدا البرنامج يزع on TV English on the air is a program that's on TV يعني هو يوذاع على التلفزيون أيضا في عنا preposition للبلايس by next to أو beside منستعمل ونوقت نكون عم نحكي عن شخص أو شيء موجود عن يمين أو يسار شخص أو شيء آخر مثلا jane is standing by the car أو jane is standing next to the car أو jane is standing beside the car يعني jane وقفة يأما على يمين أو على يسار السيارة يعني هي وقفة بقربة تماما منستعمل by next to و beside ومشاهدين بعد عند المزيد من ال prepositions of phrase بس لدي الوقت ما رح أقدر أعطيكم إياها على الهوى بل منقدر نأمن لكم إياها عبر الإيميل وقت تتراسلونا على english at alda.tv بحصلوا على باقي هيدون ال prepositions وأيضا باقي الحلقات وهلأ أنا وإنتم مننتقل سوى لفقرة idioms فقرتنا الأخيرة لليوم مشاهدينا هي كالعادة فقرة idioms اللي منحكي فيها عن بعض التعبير الشائعة باللغة الإنجليزية لكن قبل ما أنتقل لهيد التعبير الشائعة رح كون عم بحكي أنا وياكم عن بعض ال proverbs بعض الأمثلة اللي فينا نستعملها وأعطيكم الإكويفلان طبعا يعني ما يعادلها باللغة العربية أول مثل أول proverb رح أعطيكم هو don't cross a bridge before you come to it يعني إذا بدأ نحكي معنا حرفة ما تقطع الجسر قبل ما تصلوا والمقصود فيها باللغة العربية لا تستبق الأمور قبل حدوثها يعني ما تستبق الأمور قبل ما تصير don't cross a bridge before you come to it لا تستبق الأمور قبل حدوثها تاني proverb رح أعطيكم نية لليوم هو never put off till tomorrow what may be done today وهو معناه لا تؤجل عمل اليوم إلى غد وهيذا ال proverb عطاه سيد المسيح بالكتب المقدس never put off till tomorrow what may be done today لا تؤجل عمل اليوم إلى غد يعني الأمر اللي لازم تعملوا اليوم ما تأجلوا لنهار تاني never put off till tomorrow what may be done today وآخر proverb رح أعطيكم يلا اليوم قبل ما ننتقل سوى للإديوم هو perseverance will prevail perseverance will prevail يعني من جد وجد أول أنا جد هيدا العمل والتعب المضني طبعي بالنهاية رح لقي ثماره perseverance will prevail يعني من جد وجد وهلأ خلينا ننتقل سوى أنا وياكم للإديوم لهن التعابير المجيزية اللي نحنا بحاجة نعرفها باللغة الإنجليزية عندي ثلاث إديوم لقلكون اليوم والأول هو to sugarcoat to sugarcoat something هو حرفيا معناه أنه أنا غطي هيدا الأمر بالسكر وتستخدم هيدا التعبير تستخدم هيدا الكلمة وقتا نكون عم نحكي عن الأمور بالحلويات لكن المقصود فيها أنه نغطي أمر أو نموه أو نحلي الفكرة نوعا ما أنه نحكي عنه بشكل هي منعلي مثلا don't sugarcoat the issue just tell him exactly what did wrong يعني عم بيقله أنه أنت ما تغطي الأمر ما تهموه الخبرية بل خبره حرفيا أو خبره فعلا شو الخطأ اللي عمله خبره مباشرة شو الخطأ اللي قام فيه فإذا أنت to sugarcoat something يعني أنه أنا عم غطي المسألة أو أنا عم موه المسألة بشكل أنه ما عم بعطي فعلا شو هو الأمر اللي زعجني أو ما عم بعطي فعلا شو هي المشكلة تاني أديم عنا يلا اليوم هو free ride to have a free ride إذا بدنا نحكي حرفيا هي رحلة مجانية لكن المقصود منها كأديم أنه شخص يستفيد من عمل الجماعة من دون ما هو يتعب أو يشارك حتى فيه مثلا فينا نقول only those who share the work can share the benefits nobody gets a free ride عم بيقول شخص فقط الأشخاص أو الأشخاص اللي عم رح يشاركوا بهيدا العمل رح يحصده من فويده ما حدا رح يستفيد من عمل الجماعة بلا ما يشتغل nobody gets a free ride يعني ما حدا رح يستفيد من عمل الكل من دون ما هو يساهم بهيدا العمل فإذا free ride إنه شخص يستفيد من عمل الآخرين من دون ما هو يساهم فيه مساهمة فعالية ثالث أيديم عنا يالا اليوم وهو آخر أيديم هو fat chance fat chance زي بنا نحكي حرفيا المقصود فيها فرصة بدينة أو فرصة ناصحة لكن هيدا أكيد مش المقصود بالإديم المقصود بالإديم إنه هيدا الأمر هو صعب أو شبه مستحيل مثلا عم بيسأل شخص للتاني إنت بتعتقد إنه الرئيس أو رئيسة بالعمل عم بيفكر فيه بالنسبة لهيدا الترقية أو لهيدا العمل كتير صعبة سعمل fat chance سيقول إنه هيدا الفكرة صعبة أو على الأرجح مستحيلة فإذن منستعمل عبارة fat chance وقتا بدنا نقول إنه هيدا الأمر هو صعب أو شبه مستحيل هرجع كارير الإديم زي أتأكد إنه محفورين بالطريقة الصحيحة عندكن to sugarcoat something يعني نغطي أمر أو نموه أمر يعني وقتا نحكي عن أمر نخليه بيين أفضل مما هو بالفعل to sugarcoat something to get a free ride أو a free ride بتعني إنه شخص بده يستفيد من عمل الجماعة من دون ما يساهم فعلا أو يشارك بالنشاط والعمل فإذن free ride إنه شخص بده يستفيد بلما يعمل fat chance هي العبارة اللي من أولى وقتا منعتقد إنه أمر ما أو statement ما تصريح ما نقال هو شبه مستحيل أو صعب جدا إنه يتحقق وإلنا the boss is thinking of me for the job fat chance إنه كتير صعبة إنه الرئيس يفكر فيه بهيدا الموضوع أو بهيدا العمل تحديدا ومشاهدينا أنا بصلي إنه ما تكون fat chance إنه أنتو تبعطو لنا إيميل وتطلبوا موارد هيدا الحلقة والحلقات الأخرى بطلق منكم إنه تراسلونا على إنجليش أتقال داش وعد تتفي كرميل لتتخبروا وتكفوا بتعلمكم للغة الإنجليزية وأنا بشوفكم بالحلقة المقبلة ربيكم معكم اشتركوا في القناة